وين في بطاطا بعد اليوم؟ أزمة الميزوت بتصب بتقلة على القطاع الزراعي بعد ما فؤيدت المادة من الأسواء ووصل سعر التنكي بالسوء السوداء بمدينة بعلبك لميتان ألف ليرة لبنانية تعذر على المزارعين تشغيل تركتورات ليفلحوا الأرض لزراعة البطاطا وبطلوا قدرين يروع مزرعات بسبب انقطاع الكهرباء والتقنين مزرعيتنا عم تتدبر بلا ماي ميزوت مفي تلك مية وخمسين ألف ومنا موجودة للميتان منا موجودة ولا محطة عم تعبي مزوت إلياتنا واقفة أرزالة بنا نوصلها على سوق الخضرة مش قاعدين نوصلها إذا توقفت الزراعة بسبب فئدين مادة الميزوت نقل بضاع على سوق الخضار بالجملة توقف كمان لنفس السبب وصارت المنتجات مخزنة داخل الكاميونات والمستودعات على أمل نقلة قبل ما تتلف تكلفة النقل من عكار أو البقاء على سن الفيل كانت سيبئا حوالي 325 ألف ليرة أما اليوم صارت بحدود 650 ألف ليرة لبنانية وصارت الكلفة الزايدة تترجم بارتفاع أسعار الخضرة هذه البكابات اليومية منحمل فيها بصل وبطاطا على سوق الخضرة هلأ مش عم فيها نحرك لأنه مقطعين المزوت هاي إليه وإليه هاي بكاب وإذا بكاب مش عم فيها نودي ضاعطنا على سوق الخضرة هاي أزمة كبيرة منيش للدولة كتير تنظر بها الأمر النقل الأهم شيء إلى جانب تضرر المزارعين أزمة المزود بتهديد الأمن الغذاء اللبناني من جهته بطل قادر المزارع ينتج ولا قادر ينقل منتجاته لا يبيع ومن جهة تانية رح تنقطع أنواع من الخضار عن المواطن اللبناني وممكن تدخل دوامة السوق السوداء وتوصل لأرقام خيالية